يستقبل المتحف المصري الكبير في الافتتاح التجريبي له أربعة ألاف زائر يوميا بحد أقصى والهدف من التشغيل التجريبي هو تقييم جهزيته لاستقبال الجمهور سيتم افتتاح قاعة المالك توت عنخ أمون صاحب الشهر العالمي الواسع عند الافتتاح الرسمي بما تحتويه من كنوز أثرية معروضة تقترب من خمسة ألاف وثلاثمائة وتسعين قطعة فريدة ينتظر المصريون وعشق الحضارة المصرية القديمة من شتى أنحاء العالم افتتاح المتحف المصري الكبير أبوابه بشكل نهائي وجار افتتاحه 12 قاعة جديدة للتشغيل التجريبي أمام الجمهور بدأنا بموضوع التشغيل التجريبي لبعض القاعات أو بعض الأجزاء الخاصة بالمتحف زي المسألة المعلقة والبهو العظيم والدرجة العظيم من غدا أيضا سيتم إضافة جزء آخر للتشغيل التجريبي هو القاعات الرئيسية 12 قاعة من أفضل قاعات العرض الرئيسية طبقا لحقب زمنية بتبدأ من عصور ما قبل التاريخ إلى أن تنتهي إلى العصر اليوناني الروماني وطبقا لسيناريو العرض بيتكلم عن المجتمع وبيتكلم عن الملكية وبيتكلم عن المعتقدات اللي هي مرت في حياة المصري القديم في طريقة عرض بتدي للزائر إما يمشي 12 قاعد أولا إما بندي 2 اختيارين للزائر إما يمشي تاريخيا بحيث أنه هيزور 3 قاعات الأوليين في التري الأول ده أو في الدفجن الأول للتري أن احنا هنقول هيمشي سوسايتي كينجشب بليفزان اترنيتي مرة واحدة أو هنمشيها فيمس ياخد السوسايتي بداية من 700 ألف سنة قبل الميلاد وانتهاء بـ 394 سنة ومن المقرر أن يستقبل المتحف في الافتتاح التجريبي له أربعة آلاف زائر يوميا بحد أقصى إذ إن الهدف من التشغيل التجريبي تقييم جاهزيته لاستقبال الجمهور وتحديد أي نقاط تحتاج إلى تحصينه هو شيء يدعو الفخر بشكل جميل جدا تحفى بصراحة كل حاجة فيه تحفى هو حاجة عظيمة بصراحة أنا جاي شوف العمار ومعمار الموجود بالمتحف اللي هو بالنسبة لي صراح عظيم تحفى فنية وتحفى معمارية التفاصيل الرهيبة وبالإضافة إلى اهتمامي بالتاريخ يعني ما فينا نحكي شيء على الحضارة الفرعونية والحضارة المصرية القديمة أما قاعة الملك توت عنخ أمون صاحب الشهرة العالمية الواسعة فستكون مفتوحة عند الافتتاح الرسمية بما تحتويه من كنوز أثرية معروضة تقترب من الخمسة ألاف وثلاثمائة وتسعين قطعة فريدة منها قطع يشاهدها المتخصصون لأول مرة وينحصر تشغيلها مع الافتتاح الرسمي للمتحف الكبير والذي سيتم تحديده من قبل القيادة السياسية